مرحبا حبيبي اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سد رجاج بتطبيلي كتير كتير طيبة وان شاء الله بتنال اعجابكن تشيك نسترات بهيدي الطريقة مش ناشفين من الداخل وما في هون ما مشربين زيت كتير كتير طيبين لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله اول شي عنا كيلو سد رجاج قطعتم بهيدا الشكل شرائح هيدا الخلطة انا بدي استعملها ما بعرف اذا موجودة بالدول العربية هيدا كتير كتير طيبة اذا موجودة لدجاج هي عبارة عن نص ملع صغيري ملاح كمية اللي انا بدي حطها عبارة عن نص ملع صغيري ملاح ملع صغيري بصل ناعم بهار البصل يعني ملع صغيري بهار الطوم نص ملع صغيري حر ناعم احمر نص ملع صغيري فلفل حار كمان نص ملع صغيري كزبرة ونص ملع صغيري بابريكا اول شي شو بدي اعمال بدي اعمال بدي اعمال انا ويكون طريقة كتير سهلة وبسيطة ما تكون معقدي وكتير كتير طيبة رح تعجبكونا ان شاء الله حطينا بيادي حطينا بيادي وخليطه منبيح اول شي بحطي طحين اذا بعد بدي برجع بزيد حطت اربع معالي اطحين منحط من هيدا الخلطة الجاهزة ملعة اثنين حطينا ملعتين بحطهم بالصحان بهيدا الشكل هذه البهرات جربت صراحة كتير كتير طيبة نفس الشير نفس الشير بسيح مزيت من بلش بالقلي بقليهم بس كم سد ايق ما بدي لهم نشفه كتير وكمان درجة حرارة الغاز عن 5 يعني انا عندي الغاز على الستة اهلا شي حطيتو على درجة 5 انا منشينهم منحط غيرهم بسيح مزيت بسيح مزيت هيدا الشكل النهائي شايفين وعملت كمان عجمبون سلطة الكوسلو وكمان بطاطا مقلية اتمنى الطريقة لتعجبكم وتعملوا لايك وشير للفيديو والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتين وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي حبيبي شكرا